مجموعة رائعة من أفضل الألماسات الملونة عرضتها شركة ألروسا الحكومية الروسية للتنقيب عن الألماس وإنتاج هذا الأسبوع تمهيدا لطرحيها للبيع هذا العام وعرضت ألروسا عشرات الألماسات من مختلف الأحجام والألوان من إنتاجها من بينها ألماسات ذات لون وردي غامق وألماسات صفراء وقال يوري أوكويوموف نائب رئيس التنفيذي لشركة ألروسا إن هم القطع المعروضة في هذه المجموعة هي بلا شك الألماسة ذات اللون الوردي الغامق التي تزن 15 قيرات تقريبا حيث وصفها بأنها أول ألماسة يتم سقلها بهذه الجودة وبهذا اللون في تاريخ روسيا ولهذه الألماسات الملونة الطبيعية سواء كانت صفراء أو وردية أو أرجوانية قيمة خاصة وهي أقل تأثرا بالتحديات التي تواجه السوق الرئيسي للألماس مثل القوة الشرائية للألماسات الصناعية الملونة